أزول في اللون ومرحبا بكم إن شاء الله بإذن الله كما راكم تشوفوا هنا اليوم يما بإذن الله راح أردير معاكم وصفة تقليدية أصيلة وعريقة قبائلية جزائرية من طراث القبائلي ما شاء الله نعيتولها تحولت المرقة تحولت معنا مشوشت المرقة بالقديد والعدس واللوبيا الكحلوشة هذي كذلك نقول لكم قاع المقادير والطريقة هاي المشوشة طيبطها بزيت الزيتون كل شي درته بزيت الزيتون الله يبارك وكلها عندي ما نقول فيها شحل من مشتريكة طلبتها مني وعدتكم أني راح نقدمها لكم في القناة تفضلت أنه يما هي اللي ديرها لكم من تحت يديها طبعا أنا صورتها عاونتها غير شوية ورقي ما راكم تشوفوا هنا يا ما شاء الله درتها بأروع طريقة بالحار الله الله راكم تشوفوا الفلفل الحار كيف شروا يبان هنا يا إن شاء الله بارك لا فيديو تعجبكم كثروا لها التعاليق البنات والجامعة راه يتستنى فيكم قد لك تنزل الفيديو نشوف شحال يحطوا ليجام ونشوف التعاليق هي تعرف تقرأ العربية ضمن تقرأ التعاليق هنا يا أول خطوة بدأت تقطع بصلها كده كبيرة ضمن كماش تدير كامل هنا عندنا طماطة مصبرة وعندي القديد ارتباطه في الماء وعندنا زيت الزيتون زيت الزيتون هو الأساس في هذا الأكلة ثانيك ما لازم تشديرها بزيت نباتية والسميد الشرات بسك عندهم سميد تاع الكسرة شرات الرقيق شوية شرات هذا الرقيق ما كاش عندهم الرقيق شراته عندها الملح هنا والفلفل دارت الفلفل العكري الحمر عادي والحلو هي كانت ورلي هنا نتقول لي هذا حار هي خمراته بزيت الزيتون شراته وخمراته مع البلش كيفاش تخمره بزيت الزيتون خرج حار وهنا يا عندنا الكمون اللي زي بيس ما تحبش تقصر بزيف غير الكمون والفلفل العكري الفلفل الأحمر هذا ما كان وطبعا وجدت كمية من الثوم والطماطم ثانيك عندنا طماطم حبت وعندنا طماطم هذي المجفافة المملاحة يخلوها يقطعوها ويبسوها بالملح كيم القديد ونشفوها عندنا كمية شوية معتبارة العدس ملطب في الماء وعندنا ذاني كلو بي الكحلوشة هذي ثاني كرتبتها في الماء ذو كتديرهم يغلو شوية العدس والقديد واللوبيا هنا رهي تقطع تلبس الكامل ووركس كرفجة الثوم وقطع تطماطم طبعا كيمارا كونتشوفوها هنا القديد واللوبيا وكل شدوك تخليهم وحط خمس دقايق يغليوا ومبعث تصفيهم دكوتي تخليهم هناك أول خطوة طبعا تحط البصل تزيد عليها ملعقة كبيرة شوية زيت زيتون وتضيف الطماطم طبعا هي فضلة ما تحبش تسكرفج هي تحب تقطع الفلفل الأحمر درتو درت للفلفل ثانيك الحار عكري ثانيك بالصحار ونسو ملعقة هكتها سوستوما الطماطم مصبرة كمية كبيرة كذا مقتر ملعقة معمرة مليح ثوم مسكرفج وشوية كمون وشوية ملح الملح ما تقثروشة حتى تذوقو بسكو الطماطم هذيك المجفافة ملح شوية والقد ديد ملح ثم خلتهم غلقت عليهم الكوكوت وخلتهم يتقلب هنا في جفنا ولا صحن كبير ولا درت شوية فلفل أحمر ودرت شوية زيت وثانيك شوية ملح وخلطتهم بعض الطريقة كما روكم تشوفو هنا نسحقوا عشر حباط بيض هنا تقدروا تجربوها بخمس حباط بايف تنقصوا كمية قال حواج اللي دزلناهم تنقصوا الكمية تديروه وثاني هنا ضاف الطرند بعد ما بدوا يتقلوا وسخنت الماء ومرقت للا كوكوتتاها مرقت لها ضوك تغطي عليها تخليها ثانيك تغلي عفوا قبل ما نغلق عليها نضيفو لها الحميسة والعدس والفلفل للحار فليفلات صغار واللوبيا هذو كلي غلتهم في اللول طبعا ضوكت طفات تغلقها يعني شغل باش نحطولها هذو المشوشة هنا بدت تكسر في البيض المشوشة تعنا نحطوها داخل وخلطهم تخيبية كامل زائد ملعقة قهوة معمرة خميرة الحلويات خميرة الحلويات هي ديغة ومحطتها في يدها وانت دارتها داخل ديرك تعارفو لعجيز كيفاشي طيبو هاو اسمي اسمي درطب رطب يميل شوية للمتوسط تعالكسرة مشي رطب 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 كيما الفعالينا هنا تحطو بكميات وتخلطو بالمغرف حتى نوري لكم التكستيون اللي تحصلوا عليها ما تضيفوش فرض مرة سميدة غير بالعقل تخلطو برك حتى تجانس كل مكونات هذا ما كان تتحصلوا على هاد الخاليد سائل شوية نخلوه خمس دقايق ما نضيفو لوالو يزيدش دروحو سيبو دونك نوريكم القوان اللي نتحصلوا عليه شوفوا هنا بعد مرور الخمس دقايق تعرفوا اسمي دي جمع روحو شوية هنا نكون المقلة تعيش سخنتها مليح ودرت واحد ثلاث ملايق ولا أربع ملايق أكل زيت زيتون سخنتها مليحة وضيك أطوك درت نص نار عفوا نار تحت المط وسط شوية نسوي لها كامل ووجهتها بملعاقة هنا أنا درت هذه كانت مشغولة تهضر في التليفون قالت لي ديريها داخل المقلنتية ونغطي عليها طبعا نخليها طيب كيما لمشوشة بعقلها وبغرضها هنا بعد ما نشفت لي من فوق كما راكم تشوفو ما شاء الله وخفيفة دوك راح نقلبها معاكم بها الطريقة يعني طريقة القلبة راح تكون طريقة سهلة جدا والزيت ما تضيفوش خلاص ما تزيت اللو اللي درنا سيبو دوك نزيد نغلق عليها شوية حتى تتحمر لي من تحت ونقطعها مثلاثات كما راكم تشوفو هنا كاني الناس يقلبوها باش يحمروها من الجوانب كما هاك انا حمرتها شوية من الجهتين كما راكم تشوفو هنا كما وريت لكم في البداية كيفاش خرجت وخفيفة شوفو كيفاش مثقوبة داخل دليل انها خفيفة وطبعا ما نحكوش كننزيد وندخلوها داخل لمرقات اخرج ما شاء الله هاي المرقات ها هنا تقريبا طابوا كلش الحميسة واللوبيا والعدس كلشي طايب والقديد طابوا هنا ندخلوها خمسة دقايق كي تكون خفيفة تكون خفيفة تقدرو خمسة دقايق خلاص تشرب من المرقع اغلقو عليها خلوها خمسة دقايق وطفو عليها طبعا إلا خرجت لكم ما تقسحوهاش باش تخرج لكم كل فرماج تذوبة ذوابا نرطبة بزاف وبنينة تقدرو تضيفولها الجاج ولا ما عندكم ش القديد ديروها غير بالجاج ديروها غير بالجاج ما تندرش بالبقري ولا الغلمي ولا هنا يما حبت هي ثانيك اللي تقدموها هكذا معاكم تقدم تحولة المرقة معاكم تعيشوا يا البنات اللي ماشي مشتركة في القناة تشترك اللي ماشي نفعل الجرس تفاعلوا باش يوصل لها كل جديدي أنا هنا شعلت الضو طاعة البورتاب باش نشوف الفرق وقيل ما الضو ما كانش بزاف أنا مهم إن شاء الله تكون الفيديو واضحة بس كوف دارنا كاين شوية ما كانش النور بزاف ما كانش الضو بزاف فهمتوني خاصة مع الأجواء الشتوية ومع الحالة مغيمة قاع برا والمصابيح اللي شعلين هما ليس بوت يعني ما شيل المصابيح هذوك الكبار تعب كري تعرفوا ليس بوت دوك ما يشعلوش مليح الضو تعهم شوية برك إن شاء الله تكون عجبتكم طاولة المتواضعة جدا تحت حول تلمر قدنا قلت لكم فرحوا يما بتعليق يا لبنة والله غير راح تقرى كامل تعاليق راح تقراهم منطق تقل السلام وعليكم كما يقولوا لكم المصريين تقراهم كامل قولوا لها كلمة مليح يا البنات ودعيوا لها بصحة وطولة لعمر باش تفرح والله غير دارت لكم تحولت المرقة من قلب هاي البنات مع لبرش كيفاش يعيطوا لها بتضخم شوشة للمرقة مع لبرش بالعربية كيفاش المهم المبتدئات لبنات اللي طلبوها من المشتركات اللي حبوها هاي ما دارتها لكم فقط علقوها ومتنسوش يا البنات تعيش ومتنسوش الجامعة باش تفرحوها باش انشاء الله تزيد لكم حواجة قدرت لكم ثانيك بيركوكس هي في ثلاث وبيديها دوك في آخر الفيديو راح نتشوف وزوج فيديوهات فيديو البركوكس اللي في ثلاث لكم يما للمبتديئات بالمحمصة المبتديئات بالمحمصة الرقيقة كامل وراح نحط لكم ثانيك البركوكس بالحشاوش اللي درتو هنا بهذاك البركوكس درت به بركوكس بالحشاوش ما شاء الله خاصة الجو كيكون جو ماطر هنا بعد ما تعشيت معاهم جيت الضاري والحالة كانت تشتي قعكي ما راكم تشوفوه هنا راني ويزيح علينا هذا الوباء والبلاء يا رب العالمين مع العام الجديد ان شاء الله ان شاء الله تكون لفديو تهالي وعجبتكم يا لبنا تشوفو الأمطار المت على هذو المناظر طبعا ما تنسوناش بالجامعة شجعوي ما ما بقلي نقول لكم إلا في أمان الله